النهاردة بقى موعدنا مع مواجهة قوية بين فرقتين عندهم طموح قوي جدا طلاق الجيش صاحب الملعب يستضيف الإسماعيلي على استاد جهاز الرياضة في تمام السادسة مساءً بدور ربع النهائي لبطولة الكاس طبعاً لقاء يكون قوي بين الفرقتين مباراة النهاردة لا تخبل القسمة على اتنين أبداً لازم فريق يتحدد مين هو بقى اللي هيكون موجود في دور نصف النهائي لو اتكلمنا على دور الستاشر كل فريق قدر يعبر إزاي لحد اللقاء النهاردة طلاق الجيش قدر يفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح خمسة ثلاثة وتقلق حارسه محمد شعبان بعدما انتهب الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي وقت الأصلي والإضافي الاتنين انتهوا بالتعادل الإيجابي واحد واحد لكن الإسماعيلي قدر يفوز على سموحة اللي كان عامل أداء قوي في الدورة ولقاء كان في نداية كبيرة لكن الإسماعيلي كان فاق جدا في اللقاء وفاز 2-0 في دوافع كبيرة جدا طلاق الجيش اللي قدر يقصي نادي الزمالك وعنده جهد بدني عالي بيفكر بيشوف كابتن عبدالحاميب بسيوني هيواجه كابتن إيهاب جلال إزاي الليلة دي المواجهة التالتة بين الاتنين مدرين الفنيين خلال الموسم بشكل كبير كل واحد فيهم بيشوف إزاي يقدر يوصل لنصف النهائي لو اتكلمنا على لقاءات الدوري حصلت بينهم إيه بين الفرقتين فالدور الأول قدر يفوز طلاقع الجيش 3-2 في ملعب الإسماعيلي ودي كانت نتيجة قصية جدا على النادي الإسماعيلي في لقاء العودة في الدور التاني انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد ولكن على ملعب طلاقع الجيش لو آخر لقاء بينهم انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد فماتش النهاردة انتوا عارفين أكتر مني ماتش كاس ماينفعش أبدا يكون في تعادل كل فريق الإسماعيلي وطلاقع الجيش عايز يفوز علشان هيشوف هيقابل مين في النصف النهائي مودرن سبورت ولا زد اللي برضو فرقتين مسهلين أبدا أبدا فهيكون لقاءات قوية في ندية في جهد بدني هيكون كبير جدا من اللاعبين وأكيد كل مدير فني هيبدأ يشتغل على الجزء البدني والزهني لللاعبين اللي كل اللقاء ممكن يوصل لمية وعشرين دقيقة زي ما شفنا حصل مع طلاقع الجيش وده ممكن يأثر النهاردة هنشوف كابتن عبد الحميد باسيوني ازاي قدر يعدي مرحلة دي مع لعبته ازاي هيعدي ويعمل ريكوفري سريع علشان يخلي اللعيبة جهزين ذهنيا البدني بيأثر على الزهني بشكل كبير جدا لو اللعيب بدنيا مش قادر يلعب ممكن مقدرش ينفذ الحاجة اللي عايز يوصلها لجسمه التزديدة بتكون أضعف الحركة بتكون مش أحسن حاجة لو رحنا لتاريخ مواجهات الفرقتين فتاريخ أكبر فوز بين الفرقتين في كاس مصر كانت تحديدا في دور الستاشر تاريخ امتى بالزبط؟ تاريخ خمسة وعشرين مايو الفين وعشرة وانتهى بفوز نادي الاسماعيلي أربع أهداف مقابل لشيء نتيجة كانت كبيرة هل الاسماعيلي يقدر يقرر فوز زي ده النهاردة؟ جمهير الاسماعيلي بتمني الأنفس الاسماعيلي يقدر يعمل فوز كبير جدا الليلة علشان يكمل ويفوز ويوصل لأبعى بمكان ويكون موجود في الفاينل ويقدر يحقق البطولة كمان طلق الجيش عنده دوافع كبيرة مع كابتن عبدالحاميب بسيوني اللي بيعرف يلعب لقاءات الكاس بشكل كبير بيعرف إزاي يقفل بيعرف يقرأ الماتش كبير النهاردة اللقاء هيكون قوي جدا من خارج الخطوط كمان اللقاء هيكون فنيا فيه تفاصيل كتير اشتركوا في القناة